بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب وفي حل أسئلة الوحدة الاتزان وسرعة التفاعل والاتزان الكيميائي وتقريبا في صفحة 41 سنبدأ عزيزي الطالب في حل أسئلة اختر طبعا أن نتحدثون عن مبحث كيمياء الصفحة 11 الفصل الثاني فلا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وتدعمونا ونبدأ على بركة الله في البداية سنبدأ بأسئلة اختر وأسئلة اختر عزيزي الطالب هنا في السؤال الأول ما سرعة الـ H2O طبعا الـ H2O عزيزي الطالب موجودة في النواتج حسب التفاعل الموزون إذا كانت سرعة استهلاك الـ NH4 4 طبعا عزيزي الطالب هنا سنقوم بسرعة التفاعل الـ R على 4 يعني التركيز الـ NH4 4 على الـ H2O كامل معامل 6 على 6 هنا التركيز عزيزي الطالب 24 من 100 على 4 المعامل يساوي H2O على 6 ستقوم ضرب طرفين في وسطين عزيزي الطالب وبالتالي سيكون عندك الجواب 6 ضرب 24 على 4 أربعة طبعا أربعة فيها الـ 2 على 2 وهنا ثلاثة هنا واحد هنا 12 من 100 ثلاثة ضرب 12 من 100 ستكون 36 من 100 أي لعبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بالتفاعل الموزون 2 & 2 O 4 5 4 & O 2 زائد O 2 طبعا هنا عزيزي التفاعل لابد أن تعرف أن العملية بشكل أساسي حسب المعامل بمعنى هو ماذا يريد هنا المعامل هنا اثنان وهنا المعامل عزيزي الطالب مثلا هنا أربعة لكن هنا واحد فلو قلنا مثلا هذه سرعة تكون O2 تساوي نصف سرعة استهلاك الأنتوفي لأن هنا عزيزي الطالب الـ O2 على معاملها واحد لكن الـ N2O5 على معاملها اثنان فالـ O ستساوي الـ O2 نصف استهلاك الـ N2O5 دائما نقسم على المعامل إذا كانت قيمة الكيسي ثابت للاتذان للتفاعل الموجود أمامك تساوي 50 فإن قيمة الكيسي للتفاعل عند نفس درجة الحرارة بشكل أساسي لا يكون هناك أي جزئيات لكن فقط هنا نريد أن نثبت عدة أمور تكون على نفس درجة الحرارة لا تتغير لكن هو عزيزي الطالب نحن سنقوم بتقسيم النواتج على المتفاعلات لكن أصبح هنا تفاعل عكسي يعني انظروا هنا هنا نواتج أصبحت متفاعلات والعزيزي الطالب الكيسي للتفاعل العكسي يسوي 1 على الكيسي فبالتالي ستكون 1 على 50 سيكون الجواب ما العامل الذي يعمل على تخفيض طاقة التنشيط للتفاعل الكيميائي عزيزي الطالب دائما هذه من الأسئلة التي تتكرر في امتحنات وهو إضافة حفت ما قيمة الكيسي للتفاعل المتزن الافتراضي الذي تراه أمامك في 1 مول من تفاعل عند ساعته 1 لتر وعند الاتزان وجد أنواعية توي على 2 من 10 من المادة بعزيزي الطالب طبعا هنا سنبدأ بحل الأسفل هنا عزيزي الطالب سنبدأ طبعا التفاعل سيكون سين سين وهنا في طبعا هنا سالب سين طبعا 001 اللي هو هنا سفر وهنا سفر وهنا سفر وهنا واحد طبعا هذا قبل الاتزان عند الاتزان سنبدأ عملية حل طبيعية مثل أي سؤال لأنه قال لك الثابت وبالتالي هنا واحد ناقص 2 من 10 كل هذا الكلام عزيزي الطالب ستقوم بحله بترقيب طبعا عزيزي الطالب عندما نقسمون على حا ستكون هنا قال لك أنه واحد لتر واحد مول على واحد لتر سيكون واحد لكن هو من الواحد كم وجده في الوعاء 2 من 10 يعني الواحد ناقص 2 من 10 ستكون 8 من 10 إذن كل هذه ستكون 8 من 10 عملية سنبدأ بالكيسي الكيسي سيساوي طبعا هنا لأنه هذا السي هي نفسها 6 و 2 من 10 اللي الطرفين فسيكون النواتج على المتفاعلات سيكون الجواب جي بالنسبة أي العبارات التالية صحيح في متعلق بتركيز مواد التفاعل عند حالة الاتزان عزيزي الطالب وهو تركيز المواد التفاعل وتركيز المواد التفاعلات سيكون دائما ثابت بالنسبة لأسئلة علل عزيزي الطالب سنبدأ بالسؤال الأول حرق السكر في جسم لإنسان يتم في 37 درجة بينما يحتاج حرقه في المختبر إلى درجة حرارة أعلى لأن الجسم عزيزي الطالب يحتوي على أنزيمات تعمل كحفازات وهذه الحفازات تعمل على زيادة سرعة التفاعل دون الحاجة إلى رفع درجة الحرارة سؤال اثنين لا تؤدي جميع التصادمات بين الدقائق من مواد متفاعلة إلى حدوث التفاعل بشكل أساسي عزيزي الطالب لعدم احتواء الدقائق على الحد الأدنى من الطاقة لحدوث التفاعل وهذا الشرط الأول أو الاتجاه المناسب لحدوث التفاعل بالنسبة طبقة ركيز مكونات تفاعل ثابت عند الاتزان لتساوي سرعة التفاعل الأمامي مع سرعة التفاعل الأكسي طبعا ما أصل كل من الآتية على إنتاج الميتانول في النواتج حسب النظام المتزن عزيزي الطالب دائما عند عملية الإضافة يعني إضافة السي او هنا عزيزي الطالب لأن الإضافة أين موجودة؟ موجودة في المتفاعلات إذن هنا عزيزي الطالب ينحاز للأقل وهو ينحاز نحو النواتج وهو التفاعل يكون أمامي فيزداد تركيز الإيتانول خفض درجة الحرارة هنا التفاعل كما ترى عزيزي الطالب هو تفاعل طارد والتفاعلات الطاردة عند خفض درجة الحرارة فإنها دائما تتجه إلى المكان الذي يكون فيه خفض في درجة الحرارة وهو أي مكان هو نفس المكان وهو للنواتج إذن هنا ينحاز التفاعل نحو أيضا النواتج اللي هو التفاعل الأمامي اللي اليمين فيزداد تركيز الإيتانول تقليل حجم معاء التفاعل تقليل حجم معاء التفاعل سيؤدي إلى زيادة الضغط وبما أنه سيؤدي إلى زيادة الضغط إذن سينحاز للأقل في مجموع عدد المولات طبعا هنا عدد المولات هنا 2 مول وهنا 1 مول لكن هنا كان فقط 1 مول فمجموع عدد المولات في النواتج إذن سينحاز عند الأقل في مجموع عدد المولات وهو عزيز طالب النواتج إذن يزداد تركيز الإيتانول وكلها حتى يصل إلى حالة اتزان عزيزي الطالب طبعا هنا عزيزي الطالب سيبدأ لك في هذا الشكل الذي تراه أمامك ومنها خلال هذا الشكل يريد عدة أمور حدد على الشكل المنحن الخاص بكل من المواد عزيزي الطالب التي تراها حتى يكون الحل مجيب طبعا سنبدأ بالمعطيات الموجودة بي طبعا سنبدأ عزيزي الطالب سنبدأ هنا A لماذا هنا A لأن A نواتج والنواتج سيحدث لها حالة نقصان فتكون هنا A عزيزي الطالب ومن ثم سنبدأ بعد ذلك B C وهنا B طبعا لماذا لأن B هنا سيكون عدد المولات الخاصة به ستكون أكبر بكثير عزيزي الطالب سنبدأ الآن بحل السؤال طبعا ما الزمن مطلوب عزيزي الطالب ما الزمن الذي وصل عند التفاعل لحالة التزان لو قلنا برسم هنا ستجد أن الزمن وصل في حالة التزان عند 4 ثواني يريد منك حدد قيمة ثابت للتزان كيسي للتفاعل طبعا هنا الكيسي سنقوم بالتقسيم النواتج كله المرفوع إلى القوة يعني هنا 2 مولة سنحوح القوة في حاصل ضرب السي على فبالتالي عزيزي الطالب سنقوم بالحساب حسب الأرقام التي ستأخذها من من هذه الأرقام سنأخذها من السؤال يعني بمعنى هنا عزيزي طالب كم كانت ستة من عشر بالنسبة لمن للبي إذن البي ستكون ستة من عشرة لكل تربية بالنسبة للسي السي لو رأيت أنها كام ثلاثة من عشرة إذن ستكون ثلاثة من عشرة على النواتج أو المتفاعلات هو كام كانت تقريبا عند الواحد من عشرة على واحد من عشرة فسيكون الجواب عزيزي طالب 1.0 أسف 1.8 مئة طبعا ثابت للتزان ليس له وحدة بالنسبة للسؤال الخامس وهو مهم جدا من أكثر الأسئلة التي ترد في الامتحانات في التفاعل المتزن هذا التفاعل الذي تراه أمامك سخنة كمية من البي سي الفايف في وعاء سعة 12 لتر وجد أنها يحتوي عند الاتزان مع طينية 21 مئة مول والبي سي ال تو تريه 32 مئة سي ال تو 32 مئة مول أحسب النسبة المئوية للتفكك عزيزي الطالب في البداية هذا السؤال سيكون جوابه هنا وعلا ما طويل فسنكتبه هنا عزيزي الطالب وسنبدأ بحلوه طبعا هو في البداية سنأتي بتركيز كل مركب يعني سنبدأ بال سي طبعا نون على حا طبعا هو 32 مئة حسب المعطيات على 12 لتر سيكون الجواب 266 مئة مول لكل لتر سنبدأ في كل المواد البي سي ال تريه أيضا نون على حا سنحسب التركيز للجميع سيكون نفس الجواب مول لكل لتر ومن ثم البي سي ال فايف نون على حا سيكون 21 مئة على 12 سيكون خمسة مئة وخمسة وسبعون من عشرة الاف مول لكل لتر ومن ثم هنا عزيزي الطالب البي سي ال فايف وهنا بي المعادلة سنبدأ بعمل التركيز الابتدائي والتركيز التغير أسف في التركيز والتركيز عند الاتزان طبعا هنا سفر سفر هنا صاد هنا سالبسين موجبسين موجبسين لأنه في المتفاعلات في النواتج سنقوم بوضع التركيز التي قمنا بحسابه ومن ثم صاد ناقسين طبعا هذا هو التركيز وسنبدأ بالحساب طبعا التركيز عند البي سي ال فايف عند الاتزان سيكون صاد ناقسين مئة وخمسة وسبعون عشرة الاف فبالتالي لابد أن أأتي بأحد من المجهولين إما صاد أو سين لكن أنا أعرف أن صاد تساوي لو قلنا طبعا سين حسب المعطيات السابقة سين كم ستساوي سين عزيزي الطالب هنا هي نفسها سين ستساوي مئتين ستة وستون من عشرة الاف فبالتالي ستقوم بتعويض عنها بعد أن تنقل سين للطرف الآخر يعني سين زائد مئة وخمسة وسبعون من عشرة الاف سين معروفة مئتين ستة وستين من عشرة الاف زائد مئة وخمسة وسبعون من عشرة الاف وبالتالي سيكون أجواب أربعمائة وواحد واربعون من عشرة الاف مول لكل لتر بالنسبة الآن نسبة التفكك نسبة التفكك عزيزي الطالب للبي سي الفايف طبعا القانون هو تركيز بي سي الفايف طبعا المتفكك على التركيز الابتدائي للبي سي الفايف ضرب مئة في المية طبعا التركيز المتفكك قمنا بحسابه وهو متين ستة وستين من عشرة الاف على التركيز الابتدائي هو أربعمائة وواحد واربعون من عشرة الاف ضرب مئة في المئة طبعا المئة في المئة ستكون في الخارج سيكون ستين فاصلة ثلاثة وعشرون من مئة هكذا عزيزي الطالب عزيزي الطالب حسب الشكل المعطوعة لديك طبعا سنبدأ ب طبعا سنبدأ هو يريد عند الثانية العاشرة يعني عند الثانية العاشرة السرعة ثلاثة ناشرة لكن عزيزي الطالب سنبدأ بالنسبة لسرعة لأي تركيز هو يريد تركيز طبعا موجودة في مأين موجودة في المتفاعلات إذن سيكون حالة نقصان إذن السرعة اللحظية ستكون بالسالب سالب تركيز الاي على تركيز الزمن سنكون سفر ناقص نص من مئة على لماذا عزيزي الطالب لأنه سنأخذ مماس هذا المماس عند نقطتين من هنا حتى هذه النقطة فبالتالي سنأخذ خمسة وعشرون الزمن لكن هو ناقص خمسة وعشرين ناقص نصف سيكون الجواب اثنين من مئة مول لكل لتر في الثانية عزيزي الطالب دائما نخذ أي نقطتين متتاليتين لا يوجد أي مشكلة في النقاط التي تريد أن تأخذها المهم تكون أي نقطتين متتاليتين بالنسبة للسؤال أسف هنا طبعا نحن نأخذ للسفر هنا سأخذ أنا هذه النقطة سأخذ هذه النقطة وهذه النقطة بالنسبة للزمن وهذه النقطة وهذه النقطة بالنسبة للتركيز فبالتالي هنا السفر سيكون هذا الجواب طبعا بالنسبة للجزئية الأخرى وهو سرعة تكون السي في الفترة من سفر لثاني وعشر ثواني سرعة التكون للسي طبعا سالي بثنين طبعا المعامل على كي الضعف على دلتا زين طبعا لماذا؟ لأنه هنا يوجد اثنان فبالتالي سيكون الجواب كالتالي أي نقطتين تريد أن تأخذها عزيزي الطالب لا يوجد أي مشكلة طبعا هذه النقطة التي أقوم بكتابتها هي من مين من الرسمة سأريكم إياها طبعا هو يريد هذه عند ستة من عشرة حتى ثلاثين وحتى هذا التركيز يعني ستأخذ من ثلاثة من عشرة حتى ستة من عشرة هذه الفترة وبالتالي ستأخذ الزمن من عشرة إلى سفر يعني هذه الفترة فقط التي تريد فيها الآن هي التي تتعلق بسرعة تكاون النواتج هكذا عزيزي الطالب نقول قد أنهينا هذا الدرس نرجع أن نقول قد أوصلنا كل جزئية لكم لا تنسوا أن تدعمونا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر